بشكل عام الوزارة بتقوم بقهود كبير في مجال خدمة القرآن الكريم أيضاً حضاكت صحاح للرقم عن الزمرة بيقولوا لي أن 67 مليون جنيه تم انفاقهم في مجال خدمة القرآن الكريم إحنا أكثر من ربعمة مليون جنيه من زلطة والي سيد الرئيس حتى الآن أنفق على القرآن الكريم العام بس إحنا اللي إحنا فيه ده 67 مليون جنيه إحنا عندنا مقارئ كبر القراء بتبقى في المساجد الكبرى وفي مسجد مصر عندنا مراكز التلاوة عندنا مقرأة الجمهور وده حدث هذا العام برضو أن الجمهور هو اللي بيقرى عندنا أكثر من خمس سلاف مقرأة للجمهور بعد صلاة الجمعة الإمام بعد ما بيخلص الصلاة بيعمل مقرأة للجمهور ويبقى فيها إقبال غير عادي غير مقرأة الأئمة مقرأة الساعة الأعضاء مقرأة الوعزات مقرأة السيدات عندنا التحفيز عن بعد مختلف دول كثيرة جدا من أوروبا وأسيا والدول العربية غير مكاتب التحفيز اللي هي إما على درجة أو مكاتب التحفيز عصرية غير كل الأنشطة اللي احنا بنشوفها القرآن الكريم غير مسبوقة في تاريخ الوزارة كان أخرها ختم القرآن الكريم وصح قراءتك اللي أطلقناه في هذا الشهر الكريم صح قراءتك كلمنا عنها بالتفصيل في مقدمة بعد التقرير الهايئي اللي عملوا زمانة في مسجد سيدنا مشكورين طبعا قلت أنه أنت بدأت في 33 مسجد وتوسعت إلى 115 النهاردة 15 وبكرة هتلاقي الرقم متغير لأن ناس كثير جدا زي ما التقرير تفضلوا وقال أن في ناس كثير جدا طلبت هذا الأمر وكل الناس عزاء في المسجد بتاعتها فإحنا برضو نتوسع في هذا الأمر إن شاء الله بإذن الله حتى كل الناس نلبي رغبة الجمهور في هذا الأمر من الواضح أنه يتم الاستعانة بقراء شديد تميز نعم نتقي وزارة الأوقاف الآن سواء في المقارئ القرآنية أو في الأنشطة الدعوية أو في تعيين الأئمة للجدد بيبقى فيه انتقاء شديد التميز للأئمة اللي هما سيقومون بهذا الأداء حتى في اختبارات الأئمة النهاردة كل الأئمة يعني يمكن أحدث مجموعة دينا مجموعة الشيخ الشعراوي الأئمة الجدد اللي هما استلموا بالفعل يعني مروا بمراحل مختلفة جدا وكانوا الإعداد والتدريب في كلية الضباط الأحرار أعلى ست شهور إعداد وتدريب وتنمية مهارات في الأكاديمية نعم في الأكاديمية نعم فيه إعداد جيد يعني لهو زي ما بوضع الأوقاف يعني الاهتمام ببيوت الله مبنا ومعنى يعني برضو تدريب الأئمة وسيق الأئمة احنا عندنا برامج تدريبية متنوعة خلاص يمكن احنا خلاص الدفعة السادسة من أكاديمية الأوقاف عندنا استراتيجية مع أكاديمية ناصر عندنا دورات في بالاشتراك مع الجماعات المصرية كلها سواء كان الأظهر الشريف أو الجماعات المصرية لتدريب الأئمة عندنا بناء ثقافي للأيمنك بين احنا كنا الأسبوع الماضي في قوات البحرية وإن شاء الله بإذن الله وبيكونوا كمان مستعدين دائما حتى الفكرة البتعاث الخارجي وتمثيل وزارة الأوقاف ومصر تمثيل مشارك دول كثيرة جدا بتطلب أن النهاردة الأوقاف أصبح عندها أكاديمية الأوقاف الدولية ودي فتتحت في 2019 في دول كثيرة جدا بتطلب النهاردة أن عندها الأئمة عايزين يتدربوا في أكاديمية الأوقاف لأنهم شافوا قد إيه البنامج تحديث الأوقاف وأدي إيه الإصدارات بتاعت الأوقاف هي تعمل على نشر الفكر وإظهار المقاصد السمحة للدين الإسلامي الحنيف